السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الثالث سنوي الصناعي قسم التركيبات والمعدات الكهربية مرحبا بكم في إحدى حلقات في بيتنا مدرسة لمادة الآلات الكهربية والوقاية أبنائنا وبناتنا إن شاء الله النهاردة هنشرح جزء مكمل للآلات التوافقية ألا وهو المحركات التوافقية أو التزامنية أبنائنا وبناتنا احنا خدنا الباب الأولاني بالكامل ألا وهو المولدات وخدنا فيه كل أجزاءه حسب المنهج المطور من المزارة التربية والتعليم أبنائنا وبناتنا المحرك النهاردة محرك من المحركات المهمة جدا في استخدام السواف الحالة العملية ولينا خاصة بالنسبة لتخصص التركيبات والمعدات الكهربية كلمة التوافقي أو التزامني قلناها في المولدات ولكن ما نعرفش إيه معناها النهاردة بإذن الله في نظرية عمل المحرك التوافقي هنعرف ليه سميه توافقي ليه سميه تزامني المحرك التوافقي وهقول بدايته كده ملقص كلمتين هو تماما ركزوا معنا كده تماما مثل المغالد التوافقي تماما يا مصر هتطلع لك هاربا لا هو هياخد كهاربا لكن هتطلع لك حركة لكن تماما زي يا مصر انت بتقول تماما زيه زي المغالد التوافقي هقول لك تماما في التركيب تماما في التركيب يعني احنا لما نراجع مع بعض دلوقتي التركيب المحرك التوافقي حضراتكم اللي هتقوله احنا مش هنشرحه ولكن هنوريكم العنوين بتاعته وحضراتكم ترد علينا في الشرح سواء بناتنا او ابنانا تمام طيب المحرك التوافقي هو آلة كلمة محرك مطور تدي لك هاربة يدي لك حركة ده اللغة العامية والدرجة بتاعته طيب هايزين بقى الفنيين المتخصصين حضراتكم هو آلة تحول الطاقة الكاربية الى طاقة حركية هي النقطة دي اللي هنقول عليها يدور بصرائة التوافق او التزامن هي النقطة دي الزيادة على المحرك التوافقي او التزامني او السينكريوس موتور طب يعني السينكريوس موتور دي احنا شفناها في المعمل حضراتكم في المعامل الدراسية لجميع مدارس الجمهورية في التعليم الصناعي فيها معمل اللاب فولت هتلاقي وحدة اللاب وحدة الباور سابلاي وهي جنب منها او متشال مكتوب عليه سينكريوس موتور جينيريتور يعني يعمل فراف عليه يا محرك توافقي يا اما مولد توافقي طيب بعد كده هنخش على التركيب وبعدين نشوف نظرية العمل التركيب مش هنقوله بالكامل ولكن هنطلع على شاشتنا شاشة التعليم الفني او قناة التعليم الفني وحضراتكم اللي اتزعوا لنا الكلام من اصواتكم احنا بس هنوريكو هذا الكلام لان اتشرح في المولدات باستفادة تعالوا نشوف مع بعض شاشتنا الجميلة هتقول ايه النهاردة بالنسبة لتعريف المحرك التوافقي نبص مع بعض كده تعريف المحرك التوافقي عرف المحرك التوافقي وما سبب تسميته بهذا الاسم الاجابة هو الى كهربية ركز معنا تحول الطاقة الكهربية الى طاقة حركية او ميكانيكية تمام وبسرعة ثابتة هي سرعة التوافق او سرعة التدامن او سرعة الوضو الدائر سوى سرعة المجال الدائر كلها مسميات واحدة طيب احنا قلنا كده التعريف التركيب تشتغلوا معنا ولا نطلعوا على شاشتنا هنا مع بعض طيب نشوف مع بعض كده تركيب المحرك التوافقي لسه بنقول اهو ومن ذلك جاءت تسميته بالمحرك التوافقي او المتزامن اي متزامن اي ان سرعة المجال الدائر تساوي سرعة الوضو الدائر تعالوا نشوف مع بعض بقى التركيب بتاعنا تركيب المحرك التوافقي تركيب المحرك التوافقي اي الى في الدنيا واحنا متفقين هذا الكلام في بداية حلقاتنا في التلفزيون المصري ان اي الى اي الى جزء ثابت وجزء متحرك يا تفرق اه تفرق حضرتك لو قلت جهاز زي مسلا لما قلت جهاز التلفزيون في اجزاء متحركة فكلمة جهاز غير كلمة الى. كلمة الى معنى ذلك ان هي فيها جزء ثابت وجزء متحرك. اما جهاز ناخد بالنا بتبقى قليلا جدا ما يكون فيه اجزاء متحركة. ده الكلام اللي احنا قلنا عليه بالنسبة لنا اساس تشغلنا في قسم التركيبات والمعدات الكاربية. تركيب المحرك التوافقي ابنائنا وبناتنا حنعمل مع بعض كده واتمنى كده الناس صح صح معنا. عضو ثابت وعضو داير. عارفين. طب حاضر بالراحة طيب حاضر. وحلقات الانزلاق. ناشي. طب نبدأ العضو الثابت يشتمل على ثلاثة. ايه هما? الهيكل الخارجي. ورقائق العضو الثابت. وملفات العضو الثابت. ايوا فاكرين يا مستر ملفة. اصبر علي. اصبر علي. اصبر علي. طب والعضو الداير. هنغلط? لا. ده حتى بتقول زي المؤلد التوافقي. العضو الداير اقطاب برزة واقطاب غطسة. اه لابناتنا هم. اه ايه ما في مقارنة رب علي. في مقارنة ما بين العضو الدارز والاقطاب البرزة والاقطاب الغطسة. اوعى كلمة محرك تقول لك دقافة السنجاب وملفور. ولذلك ركزنا اوي على كلمة توافقي. التوافقي تماما مثل المولد في التركيب. ولذلك برطو قلناها في المعمل. المعمل اللي في جميع مدارس الجمهورية وزارة التربية والتعليم موفرة. ان في عندك وحدة مكتوب عليها سينكريوس موتور جينريتور. اي محرك او مولد توافقي. متل فينا على كده? متل ايه. طيب يلا هتشوأنا ليه? فين التركيب? حاضر. تعالوا نشوف مع بعض تركبنا مع شاشتنا هنا هتقول ايه? التركيب. العضو الثابت. اتنين العضو الداير. هنمسك كل عضو ونبتدي نحلل فيه. تعالوا نشوف مع بعض. اه دي اذا احنا اخدناها في المولدات يا مصر. احنا اقولنا ايه? احنا اقولنا ايه? هو تماما مثل المولد. عبارة عن العضو الثابت هنا ده كله. والعضو الداير اللي هو الروتر من جوه. العضو الثابت فيه من بره الهيكل. الهيكل الخارجي. ودي مسامير الربط بتاعتها ما لناش دعوا بيه. وادي حلقات الانزلاق. تمام. العضو الثابت في رقائق العضو الثابت. واخد بالك انت هنا من القطاع بتاعتها. واحنا درسنا بقطاعات في الرسم. مش كده ولا ايه? وقادي العضو الدائر عمود الدوران. وقادي الرقائق. وقادي ملفات العضو الدائر. اللي هي بنول عليها ملفات الاقطاع. تمام. طب ده شكل. الشكل التاني فين? اه كده اوضح? اه واضح كده يا مصر بالالوان. تعالوا نشوف مع بعض برضو العضو الثابت من بره. الهيكل الخارجي اهو. ثم رقائق العضو الثابت وانا واخد من اقطاع. هنا ده العضو الدار ده ملوش دعوة بينا هنا احنا جايبين شكل عام. لان العضو الدار ده للمحركات الاستنتاجية. ولكن بنقول لك هنا تلفزيوننا النصري بيقرب لك وجهة النظر يقرب المادة لعقلك على اساس انك تستفيد منها بصرحة. تعالوا نشوف مع بعض كده. العضو الثابت ايوة. هو العضو الذي يحمل الملفات التي يتولد بها هنقول هنا بدل الطيار هنقول يتولد بها المجال الكهربية. او المجال المغناطيسي. يبقى دي كانت بتاعت مين? اه بربع عليك يبقى بتاعت المولد. طب حضرتك هتبعدنا ليه عشان تفرق. في المولد هيولد طيار. في المحرك هيولد مجال مغناطيسي. ده العضو الثابت. العضو الثابت يشتمل على الهيكل الخارجي. بص كده من بره. بص الرسمة كده واضحة ازاي? ثم رقائق العضو الثابت. هنا في الرقائق هنا ايه? هادي المجال اللي احنا بنحط فيها الملفات بربع عليك. يبقى العضو الثابت يشتمل على هيكل خارجي. رقائق العضو الثابت. ثم ملفات العضو الثابت. يبقى ثلاث حاجات. ولو قلنا وظيفتهم احنا بنقول مرور الكرام. لكن حضراتكم هتقول. تب ما تيجي نقش مع بعض كده. العضو الثابت يصنع منه. برافا ليه. لأ صحيين وبذكرين. الحديد الزهر او الصلب الملحوم او مادة غير مغناطيسية. مادة غير مغناطيسية ليه حد يعرف? اه? تمام. مادة غير مغناطيسية لانه عندما وضع ايدي لا يتأثر بالمجال المغناطيسي. ليه? لانه لو تأثر بالمجال المغناطيس وهو محرك وحطيت ايديك عليه طبعا هاتي الكهرباء. يبقى العضو الثابت اول حاجة الهيكل. يصنع من مادة غير مغناطيسية. وظيفته. وظيفته. ايوة برافا عليك. حماية الالة من الصدمات الخارجية. حمل رقائق وملفات العضو الثابت. ده مين? الهيكل. رقم اتنين. بناتنا? تمام. شرائح من الصلب السيليكوني. ايش معنى? علم. لتفادي الطيارات الاعصارية ومفقين التخلف مناطيسي. صح. صح. رقائق العضو الثابت. تصنع من شرائح الصلب السيليكوني المجمعة والمعزولة عن بعضها. على هيئة رقائق. مشكوك بسطحها الداخلي مجاري طولية. توضع بها ملفات العضو الثابت. صح. التالتة الملفات. كلنا ده احنا قسم الكهربر الملفات تصنع من ايه? من سلك النحاس الاحمر. تمام? سلك النحاس الاحمر المعدول بالورنيش او على حسب قدرة المولد والسلك المستردن. طيب الكلام ده المفروض ان احنا مش هنطلعه على شاشتنا هنا. ولكن عشان خطيركم في الايام اللي فات دي كانت اجازة شوية. هننشط شوية. واتمنى من بناتنا وابنائنا يصحصحوا معنا فيها ويقولونا الكلام. تعالوا نشوف مع بعض كده. احنا شفنا شكل العضو الثابت. تعالوا نشوف ايه اللي بعد. يتركب العضو الثابت من? الهيكل الخارجي. رقائق العضو الثابت. ملفات العضو الثابت متفقين? متفقين. مع بعض. مع بعض. العضو الدائر. خدت بالك احنا قلنا ايه? جبناها مرة واحدة. على على اعتبار ان انتم شرحناها فيه. طب العضو الدائر يا مستر. احنا حضرتك قلنين الكلام ده لسه لسه ما كملناش. العضو الدائر زيه زي مين? زي الموالدات. طب العضو الدائر ينقسم الى نوعين. اه. اقطاب برزخ واقطاب غطسة. وهو هنا ايه? يختلف تصميم هذا العضو باختلاف نوع الالة المديرة. ايه ده هو المحرك التوافقي? كمان زي الموالد التوافقي محتاج الى مديرة? ايه. وهنقول هذا الكلام بالتفصيل في نظرية العمل. وسرعتها كما يختلف. اركز معايا. عدد الاقطاب المناطسية المركبة عليه. تبقى لاختلاف تردد الطيار المطلوب وصرعة دوران العضو الدائر. يعني العضو الدائر يشبه تماما المولد عايز الى مديرة. او هتقول لي كمان عايز سيار مستمر هقول لك عايز سيار مستمر. ايه يا مستر ده? محرك. ياخد طيار متردد. وياخد طيار مستمر. وياخد الى مديرة. ايه المطور ده? احنا عارفين المواطير كلنا. ايه تدي له كارابة يشتغل. لكن ده عايز الى مديرة. وعايز سيار مستمر. وعايز سيار متردد. اه. لو عرفت استخدامه. هتعرف اهميته. ولذلك بقول لك اهدى. عشان كده بقول لكم صح صح وعشان من احد المحركات المهمة جدا 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 في الحالة العملية. وخاصة لقسم التركيبات والمعدات الكارابية. طب العضو الدار ينقسم لنوعين. احنا كده عارفنا وهنقول الكلام بتاعه. ايه هما? العضو الدار زو الاقطاب البرزة والاقطاب الغطسة. نشرحوا ولا حضراتكم تقولوه? طيب. نقولوا مع بعض كده مع شاشتنا. هنقول مع بعض. انواع العضو الدار في المحرك التوافقي للطيار المتردد او متغير الانواعين. العضو الدار زو الاقطاب البرزة ثانيا العضو الدار زو الاقطاب الغطسة. في مقارنة? اه في مقارنة طبعا واحنا عارفين المقارنة بتاعتها من الحاجات المهمة جدا جدا جدا. طب قبل ما نقول المقارنة. ناخدناش بالنا الاشكال دي كانت موجودة فين? برافو عليكم البنات الصحي هو. البنات الصحي هو. فين الشباب? فعلا. اه ده هنا دوت عمل زي حزاء الفرز ده الاقطاب البرزة. ده احنا اخدناها في المولدات. ايو يا مستر صح? طب وهنا قلت بالك الاقطاب البرزة بص عمل زي هنا في حزاء الفرز. اللي هي بتبقى على شكل حذاء الفرز. تمامه? حتى اخدنا فيها وصلة اسمها وصلة التعشي او الوصلة الغنفارية. طيب ايه تاني? قال ليه الاقطاب الغطسة. اه في مجاري محفورة هنا هي. الاقطاب الغطسة. خد بالك من الملفات باللون نصفر كده. يبقى في اقطاب برزة اللي هي على شكل حذاء الفرز. اما الاقطاب الغطسة. هي عبارة عن شراع من الصلب السيليكوني المجمع والمعزول عن بعضها. على هيئة دوائر. مشقوق بربع عليكم الشباب صاحب. في سطحها الخارجي. لان العضو الثابت في سطحها الداخلي. يبقى العضو الدائر هي عبارة عن رقائق من الصلب السيليكوني المجمع والمعزول عن بعضها. ومشقوق بسطحها الخارجي. مجاري طولية. ودي اول شريحة عندك بهذا شكل. توضع بها ملفات الاقطاب. توضع بها ملفات الاقطاب. كده احنا قلنا اورينا الشكل بتاع العضو الثاء العضو الداز والاقطاب البرزة والاقطاب الغطسة. حنفضل لنا ايه? ايوة ملفات الاقماد. ملفات الاقماد ابناءنا وبناتنا من الحاجات المهمة جدا سواء في الموالدات التوافقية او المحرك التوافق. والسؤالي بناتنا على طول رفعيني دي ما احنا عارفين السؤال اللي هتسأله. حاضر. هنقوله برضه. ملفات الاقماد هي ملفات توضع اسفل حذاء القط. او اسياخ. يبقى اسياخ من الالمونيوم او النحاس. توضع اسفل حذاء القط. وتقصر على نفسها من الناحيتين. بص بناتنا على طيار. لا تغزب اي طيار. حاضر يا سيار. حاضر. ملفات الاقماد فعلا في الموالدات وفي المحرك التوافقي. وايضا هنستخدمها ان شاء الله في بدء حركة المحرك التوافقي. وهنستخدمها بازن واحد احد في تحويل المحرك التنافري الى تنافري استنتاجي. دي احنا مش عايزين نسبة. تمام. ملفات الاقماد هي اسياخ من النحاس او الالمونيوم. توضع اسفل حذاء القط. ثم تقصر الاطراف بقدان نحاسية مكونة. قف السنجاب وفائدة هذه الملفات. واحد. تلاشي او تقليل اثار رد فعال عضو الاستنتاج. تلاشي تأثير رد فعال عضو الاستنتاج. اخماد الاهتذاذات التي تؤثر على سرعة التضامن في المولدات او المحركات التوافقية. رقم اتنين تستخدم كعضو داير قف السنجاب لبدء حركة المحرك التوافقي في حالة استخدام الالة كمحرك. طب دي ملفات الاقماد برضو فاتتك حاجة مصر اه. اعرف او اجبها لكم على الشاشة دلوقتي حالا. اه كده ارتحته اه. ايوا فكرنا كده. المقارنة بين المولد او المحرك زو الاقطاب البرزة والمحرك زو الاقطاب الغطسة. في المحركات زو الاقطاب الغطسة يستخدم في السرعات البارزة هنا البطيعة. في الغطسة سرعات عالية. طيب في الاقطاب البارزة تستخدم توربينات مائية والديزل. هنا يدارب وسط التربونات بخارية. يهدى السفير مذعج اثناء الدوران. هنا لا يهدى السفير. عدم انتظام السار الأوئية في البرزة. هنا انتظام السار الأوئية في الغطسة. هنا تهوية غير منتزمة في الاقطاب البرزة. هنا تهوية افضل ومتازم الديناميكيا. هنا قطروه المحوري كبير وطوله المحوري صغير في الاقطاب الفرزة. اما في الاقطاب الغاطسة قطره صغير والطول المحوري كبير. ابنان وبناتنا احنا عملنا هنا عملية زي ما يقولوا كده فلاش باك للمؤلدات. في التركيب والاستخدام والمقارنة والكلام. يعني معنى زلك يا ميستر انت عايز تقول لنا ان بداية المحرك التوافقي تماما زي بداية المؤلدات. الاتنين بداية واحدة. حنيجي نختلف. وربنا بيجيب اختلاف. حنجيب ان اختلف في ايه? في نظرية التشغيل. في المؤلدات. في المؤلدات تعتمد على قانون فرضاي للمؤلد. ايوة تمام بناتنا سيحوهم. اذا قطع موصل ساحة مغناطيسية فانها تولد بيه قوة دفعة عربية. ده قانون فرضاي للمؤلد. طب هنا انا كاتب ايه? المحرك التوافقي. المحرك. قانون فرضاي للمحرك اقول لك اه? اذا وضع موصل يحمل طيارا كاربيا في مجال مغناطيسي فانه تنشأ قوة تعمل على تحريك هذا مواصل. تب اقول الاتنين مع بعض. وانتو تقولولي الفرق ماشي. هنا في المؤلد اذا قطع موصل. اذا قطع يعني في حركة. رقم اتنين في ايه? موصل ساحة ايه? مغناطيسية. حركة وموصل وساحة مغناطيسية. التالتة الاخيرة تقول اللي قوة دفعة عربية. في المحرك ازا وضع موصل ما قلتش انا حركة. ازا وضع موصل يحمل طيارا كاربيا في مجال مغناطيسي. فاضل ايه اللي ما قلتوش الحركة? هو قانون واحد ولكن اختلاف التطبيق. اختلاف التطبيق. ولذلك هنخش هنا او هنشرح مع بعض نظرية عمل المحرك التوافقي. نظرية عمل المحرك التوافقي. انا عايزكوا تتخيلوها لان مهمة جدا جدا جدا. هتجاوب لنا على اسئلة كلمة التوافقي وتزامني دي جات من اين? ركز معي كده هنقولها كده كان احنا قاعدين مع بعض. نظرية عمل المحرك التوافقي. ايه اللي بيحصل? هتيجي هنا هتقول بالنسبة لي الشكل بتاع الموجة الجايبية. ركز معي هنا الموجة الجايبية هنا. زمن استمرار للدورة ايه? انا عندي دي موجة موجبة. ودي موجة سالبة. وده قطب ايه? جنوبي وده قطب ايه? شامل. طب انا لو شرحتها على الرسمة نقولها مع بعض. طب نقولها كده باللفز وبعدين نطبق الكلامة على الرسمة عشان دي بقى نقولها مرتين. انا هوصل ملفات العضو الثابت بمنبقى الطيار المتردد. ده مطور كده يا مصر. اقول لك اصبر علي بس اصبر علي حاضر. حاضر. اديت لي ملفات العضو الثابت طيار المتردد. نشأ عنه ايه? قال لي مجال ماناطيسي على شكل موجة جايبية اهي. مرة موجبة مرة سالب. تمام. عبر الثغرة الهوائية. لقى مين في وشه? ملفات الاخطاء. قطب جنوبي قطب ايه? شمالي. عندي هنا وسطوب بقى حضرتك. اقول لك هفترض فرضا ان القطب الجنوبي وقى تحت الموجة الموجبة. قطب مجال ماناطيسي مع مجال. هيديني عزم دوران مسلا لاعلى. كويس. ركزنا? تمام. طب لما تنزل الموجة تبقى سالبة. اهده هتقى تحت القطب الايه? الشمالي. هيديني برضو عزم دوران لفين? لازفل. ايه ده يا مصر ده عزمين? اقول لك يا رجع بقى? عزمين. والاتنين متساويين. المحرك اشتغل? لا طبعا مش هشتغل. معلش اولاه تاني. حاضر. انا وصلت الطيار الكهرابي متردد لملفات العضو الثابت. نشع عنه مجال ثابت القيمة. ولكنه متردد في الاتجاه? مرة موجة بمرة ايه? سالبة. عبر الثغرة الهوية. راح رأي مين? قطب الشمالي وقطب ايه? جنوبي. قال طيب القطب الجنوبي وياه تحت الموجة الموجبة. عمله مجال والديني عزم دوران لأعلى. والقطب الشمالي وياه تحت القطب تحت الموجة السالبة. عمله مجال وراح مديني عزم دوران لفين لأسفل. بقى ده الطالق او ايه ده نازل او ده شمال وده يمين? كده عموده الدوران مش قادر تحرك. هفضل بقى يدي له طيار يتحري ولا ايه? قال لي لا. هنا هنقول عشان تحصل على عزم دوران لابد. خد بالك من الكلمة دي عشان دي هي الاجابة بتاعت. لابد ان تدور الاقطاب اللي هم الشمالي والجنوبي بنفس سرعة المجال اللي انت جايبهم الطيار المتردد. الاتنين لازم يكونوا سرعة ايه? واحدة. عشان الاتنين يشتغلوا مع بعض. اه انت كده معناها. انك لازم سرعة العضو الدار للاقطاب تسوي سرعة المجال اللي جاي من الطيار المتردد. عشان كرسة متوافق برفع لك. اه دوت جبتوا النتيجة. جبتوا النتيجة والاجابة. سمي يا طوافقي ليه? لا يبدأ المحرك التوافقي بتلقاء نفسه ليه? يحتاج المحرك التوافقي الوسيلة البدء احركته ليه? يعمل المحرك التوافقي على الطيار المتردد مستمر ليه? كل الاجابات دي نظرية التشغيل. كل الاجابات دي نظرية التشغيل. سمي يا طوافقي ليه? دي هتقول له ان سرعة المجال الدائر بتسوي سرعة العضو الدائر. من هو العضو الدائر ابنانا وبناتنا? ليه الاقطاع? ليه الشمالي والجنوب. يبقى الشمالي والجنوب اللي هو عمود الدوران لابد ان يدور بسرعة المجال اللي حضرتك جايبه من الكهرباء. اللي اتنين يكونوا سرعة واحدة. ولزلك سمي طوافقي. طيب عمود الدوران او الاقطاب حضرتك? هتدوروا ازاي? بصوا بقى اولادنا الله. اولادنا دايما ربنا يحفظوا مبناتنا. قال لي معنا زلك دي عايز الا مديرة يشتغل قبل ما يبدأ الطيار. يبقى المحرك التوافقي يحتاج للا مديرة ولا لأ? قال يحتاج فعلا. وانا لازم ادور العضو الدائر عشان سرعته تحصل سرعة المجال الدائر واللي اتنين يشتغلوا. ويبقى كده محرك توفقي. ولزلك سمي طوافقي. يبقى يحتاج لآلة مدير ويحتاج ايضا لطيار مستمار للحفاظ على سرعة العضو الدائر. دي الرسمة اللي شاشتنا الجميلة مطلعها هنا على الشاشة اللي هي بتقول الاقطاب لابد ان تكون الاقطاب اللي هم اللي تحت دولة الشمالي والجنوبي نفس سرعة مين? المجال المغناطيسي الدائر. المجال المغناطيسي الدائر جاي منين? او ناتج منين? من توصيل ملفاته العضو الثابت بمنبع الطيار المتردد. ارفنا ليه نظرية العمل? ولزلك لما ليه نكتبها نبقى واخدين بالنا ان احنا بنفهم فيها. او لهلكو كده? عند توصيل ملفاته العضو الثابت بمنبع الطيار المتردد. ينشأ مجال مناطيسي ثابت القيمة ولكنها متردد في الاتجاه. يعبر الثغرة لوائية ليقطع ملفات الاقطاب. ونفطري ان القطب الجنوبي يقع تحت الموجة المجبة. فينشأ عزم دوران الى اليسار. والموجة السالبة تقع تحت القطب الشمالي. فينشأ عزم دوران الى اليميني. ونتيجة القصور الذات الى يدور المحرك. ولأحداث حركة. ولأحداث حركة. ايوة. رب عليك. لابد ان تدور سرعة العضو الداير. لابد ان يدور العضو الداير بنفس سرعة المجال الداير. ومن هنا جاءت تسميته بالمحرك المتذامن او التوافقي. معنى ذلك. اه بناتنا بقولوها. معنى ذلك يبقى كده لازم طرق بدا الحركة. طيب صح. والحركة هيشتغل لوحده. احنا ولنا متفين اهو. لابد لهون طرق بدا حركة. ده لابد لهون انت سلسل خطوات تشغيل كمان. كل ده مطور. ده احنا عارفين المواتير في الدنيا بتشتغل بالكارابة على طول. هقول لحضرتك اصبر علي لان له استخدام يعني مش موجود. استخدام خطير جدا وعتعرف دلوقت مميزة. تعالوا نشوف مع بعض شاشتنا الجميلة هتدينا ايه على شاشة. اشرح مع الناس. بص السؤال. يعني زملاءنا في الكنترول على طول. فهموا السؤال. وروحوا جايبين. اشرح مع الرسم. كيفية بدء حركة المحركة التوافقية. بمساعدة محركة خارجة. يعني جيب مطور يا مصدر يدور مطور. احنا لسه قايلين يا. لسه قايلين ان اللي يحتاج لايه? لوسيلة مساعدة. يحتاج لايه? لآلة لبدء ايه? الحركة. مش كده قلنا الكلام ده. فحنجيب مطور محركة الاستنتاجة. بس هنا في شرط اغششه لكم كده. شرط تاخد بالك منه كويس قوي. وده حضرتكم في زملاءنا في المعامل عارفين وهيقول لكم زملاءنا الافاضل بيشرحوه. لما جيب محرك استنتاجي يدور محرك التوافقي. اغششه لكم. لابد ان تكون. عدد اقطاب المحرك الاستنتاجي اقل من التوافقي باتنين قط. اسكت? ولا انا عارف ان الله اكبر يعني زكاء عاجل. اه فعلا عشان صورة المحرك الاستنتاجي تكون اعلى. صح? تاني. هقولها لا. اجيب محرك استنتاجي. هيدور محرك التوافقي. اللي خلي الاستنتاجي اقل باتنين قط من التوافقي. معلش وضحها شوية حاضر. التوافقي اربع قط. مسلا خمسين زبزب يديني الف وكمسمائة لفة عادية. لو انا جبت الاستنتاجي اربع قط. الالف و خمسمائة فيها نسبة انزلاق. وده هندرسه في المحركات الاستنتاجية الاندكشن موتور. هنا المحرك الاستنتاجي الالف وكمسمائة لهم الف وربعمائة وخمسين. في نسبة الانزلاق سلايب. طب مش هيديني الالف وكمسمائة يعمل ايه? اقول له حضرتك بقى. تعالوا نشرحها مع بعض. هجيب المحرك الاستنتاجي اقل باتنين قط. ده هيديني فوق الالفين ونص. هيوصل التلات تلاف. اقول لك خليك معي. ده اتنين قط. وده اربعة قط بالتوافقي. التوافقي ده اربعة قط. طب انا هدور الاستنتاجي. هو هيدور مين? العضو الدائر للمحرك التوافقي. هشغل الاستنتاجي ده يدور معي. لغاية ما سرعة العضو الدائر للتوافقي تقرب من سرعة التوافقي اللي هي الكام? الالف وخمسمائة. طب خليها بيننا وبعدين هخليها الف وستمائة. طب وبعدين اول ما يوصل الالف وستمائة هعمل تلات حاجات في وقت واحد. هغزي ملفات العضو الثابت بطيار متردد. وافصل المحرك الاستنتاج اللي انا جايبه. وغزي ملفات الاقطاب بطيار مستمر. طب وانت بتفصل? وبتغزي الطيار ده والطيار ده. انا عايز هنا كام? الف وخمسمائة. المية لفة دول ايه? اللي هما الالف ستمائة هينزول الالف وخمسمائة. نورها تاني تاني. انا جيب محرك الاستنتاجي كالة مديرة. والمحرك التوافقي هو عايز الف وخمسمائة. اجيب له دوت اتنين قط. هيديني فوق الالف ونسبعمائة. انا مش عايزه يوصل الالف ونسبعمائة عايزه يوصل مسلا مسلا الف وستمائة الف سبعمائة ليه? هو بيدور العضو الداير. هو بعد ما يدوره. اول ما يوصل لسرعة تقترب. مش هنقولها بقى الارقام بقى. تقترب من سرعة التوافق افصله. العضو الده يفضل شغال لو عدو. الحق بالطيار مين? المستمر. تبقى العضو الده يفضل ايه? شغال. وفي نفس الوقت اغزي ملفاته العضو السابت للتوافق الطيار متردد. كده الاتنين يبقى سرعة ايه? واحدة. سرعة الوضو الدارس او سرعة المجال الدارس. طب الكلام ده له رسمة يا مستر? اه له رسمة. تعالوا نشوفها مع بعض. وعملوها بطريقة جميلة جدا. وشاشتنا الجميلة هتطلقها لنا بالالوان. اهي? ركز معايا بقى هنا? اه ده المحرك التوافق فعلا اهو. بص كاتب ايه? المحرك لاسنتاج فعلا يا مستر صح? اه ده الاتنين على عمود ادارة واحد. اقول التحديثات اللي حصلت فيه المجال الكهربا. ان قال لك بدلا ما اخلي ده مجال. وده مجال اخلي هنا ملفات العضو السابت. للمحرك الاستنتاجي على نفس بالتوالي مع ملفات العضو السابت للمحرك التوافقي. عشان اللي اتنين يكونوا تردد واحد. واللي اتنين يكونوا تقريبا مجال واحد. بدلا ما ده يبقى ياخد منبع وده ياخد منبع وارجع يعمل عملية التوافق. قال طيب ما احنا موصل ده? بملفات العضو الثابت بالتوالي مع ملفات العضو الثابت للمحرك التوافقي. طيب و ايه ده? احنا قلنا ايه? ملفات الاقطاب للمحرك التوافقي. لابد ان تغزى. برافو عليك تطيار مستمار. ليه يا مستر? تمام. برافو عليكم بناتنا وابنانا مع بعض في رد واحد. للحفاظ على سرعة العضو. الدائر. للحفاظ على سرعة العضو الدائر. حتى تفضل تظل مستمرة لتساوي سرعة المجال الدائر. دي طريقة. الطريقة اللي انا بجيب محرك خارجي للمحرك التوافقي. ودي موجودة عندنا في جميع معامل مصر في اللاب بولت. في مدارس صناعية بالكامل. موجودة دي. والطريقة دي زبلاءنا الافاضل بيشرحوها دايما كل سنة. طب والطريقة التانية? الطريقة التانية يعني المفروض ان انا ما اشرحاش لان حضراتكم يعني تقريبا كده جبتوها. بس هنشرحها للتسكرة للناس اللي لسه ما صحيتش شوية. هستخدم اللي اتنين مع بعض. ابناء وابناتنا علوها. اسياخ الاخماد. برافو عليكم. برافو عليكم بسم الله ما شاء الله. فعلا هستخدم بدء الحركة للمحرك التوافق كاستنتاجي ثم توافقي. اشرح الاول? طيب. مش انا عندي اسياخ الاخماد. اسفل ملفات او اسفل حزاء القطر. تمام? بس اخد بالك اطراف ملفات الاخطابة انا مش ماليش دعوة بيا دلوقتي. انا هدور المحرك هتدي له كهربا. هيشتغل كاينه ايه? زي مطور المي. هيدور. بس هديني السرعة كلها? هقول لك لا. ده محرك استنتاجي. ده في نسبة ينزلها. ايه? حامر. حامر. طب انت شغلت المطور او المحرك بتاعك وصلت بالكربش تغل كاينه قفل سنجاب. انت عايز توصل سرعة الاتنين لبعض. اقول لك فين اطراف ملفات الاقطاب? تقول لي ايه? اقول لك غزياء بطيار مستمر. غزياء بطيار مستمر. اه ده سرعة العضو الدهر هتبتدي ايه? برافو عليك ها? هتبتدي ايه? تزيد. الى ان تتسوى مع سرعة مين? المجال الدائر. شكرا لك. ابقى انا عندي طريقتين. لبدء حركة المحرك التوافقي. يا اما باستخدام محرك مساعد. واحنا قلنا عن طريق محرك استنتاجي. وقلنا الكلام ده في المعامل. يا اما الطريقة الافضل او رقم اتنين لبدء الحركة كاستنتاجي ثم توفقي عن طريق اسياخ الاخماد التي توضع اسفل حذاء القرن. وهي لا تغزى برافو عليك. باي طيار. لان احنا فيه سؤال هنقوله على الكلام ده. اتمنى بس الناس تكون بصحصحة زي بداية الحلقة كده. تمام? تمام. تعالى بقى نشوف اينا شاشتنا اتقول ايه معا? خطوات تشغيل محرك التوافق. الله. الله اكبر يعني جايبينها في الوقت الصح. جايبينها في الوقت الصح. اللي احنا كنا بنقوله دلوقتي ومش لسه هتطلعوه. لا ده جايبينها زملائنا الله اكبر عليهم جايبينها صحة قوي. يعني لسه بشرح لكم انت هتعمل ايه? هتدخل المحرك دوت وعدين تشتغل ايه? قالك تب يدي لهم بقى خطوات تشغيل لان دول ولادنا. تعالوا نشوف مع بعض كده كده كدبينها على الشاشة بطريقة جميلة جدا ازاي? يدار المحرك الاستنتاجي ليدير العضو الده للمحرك التوافق. مت فينا اهو. وفعلا انت يقول تهلنا يا مستر من شوية. طيب ما زملائنا في كنترول جايبينها لك هو بيطبقوا الكلام الناس. تعالوا شوف رقم اتنين. رقم اتنين. تغذى اقطاب المحرك التوافقي بتطيير. مستمر. ايو يا مصر اتولت عشان يحافظ على سرعته. يبقى سرعة الوضو الدار شغالة. طيب يا سيدي رقم تلاتة. رقم تلاتة. حنقولها بقى ايه? عند توافق المحرك لحظيا مع المنبع. يغذى العضو الثابت بالطيار المتردد من المنبع. ثم تفصل الالة المديرة او الالة المحركة. ويترك المحرك التوافقي للعمل. يعني زملائنا الافاضي المشكورين على طول واحنا بنشرحها معاكوا على الهوى. راح اجايب انهلك لاربع خطوات بالتفصيل. ملكش حجة وانت بيتجاوز. خطوات تسلسل تشغيل المحرك التوافقي واحد. يدار المحرك الالة المديرة بتوصيله بالمنبع. ليدور معه العضو الدار للمحرك التوافقي الى وهي الاقطاب. رقم اتنين. تغذى ملفات الاقطاب بطيار مستمر. صح. رقم تلاتة التوافق لحزيا. من ملف من المحرك. مع ملفات المنبع. مع ملفات العضو الثابت مع المنبع. تغذى المطرد. رقم اربعة تفصل الالة المديرة بالنسبة لك. بقى انت كده المحرك التوافقي اشتغل بالصراتين. صرات العضو الدائر بتسوي صرعة المجال الدائر. طب يا مسر انت تعبتنا. ليه يا استاذي? ليه يا استاذ? حضرتك بتشرح لنا محرك تقيل قوي. تقيل قوي. لا مش تقيل. ده انت حضرتك دوعت حتستخدمه في الكهرباء استخدامات يوفر لك ملايين. يعني انا مش حسب الى احداث ولكن حاولها يعني ربنا ايش في كل مريض في عمليات القلب المفتوح ولا يازو بالله ربنا ايش في كل مريض في مصر. لابد الراجل لما بييجي طبيب بيطلع بيعمل قلب مفتوح. فلازم يعمل عملية ضخ للدم قد ضخ الدم للجسم. تخيل? الالة اللي موجودة ديت تضخ دم للقلب قد ضخ الدم للقلب في الجسم. الاتنين لازم يكونوا سرعة واحدة. لا قدر الله طبعا لو سرعة اهلة وازيد الدنيا ربنا يحفز يحفزنا جميعا. فتخيل لابد ان يكون معها محرك توفقي. المحرك التوافقي بيتزبط على سرعة سرعة ضخ الدم لسرعة سرعة الدخ الدم من الالة. اللي هو الدم الخارجي. الى سرعة الدخ الدم في الجسم. لازم الاتنين يكونوا سرعة واحدة. تخيل بقى. لفة واحدة زيادة او لفة واحدة ناص لقدر الله. ادي احد استخدامات عشان بس انتوا قاعدين مسبهلين شوية لا. ده لستخدامات خطيرة. يعني بقول لك ادي ادي واحد استخدام. شوف ده درجة ايه? لدرجة ايه? لازم يكون السرعة ده. قدوا سرعة ده. عشان الاتنين يكونوا سرعة ايه واحدة. لا قدر الله. ده واحد بس من استخداماته. تمام? انا بس حبيت اعديك وقولك لا ده كده يستاهل. صح? اشوف في البنت اللي بتقول ايه كده. لا ده يستاهل. يستاهل نفهمه بقى قوي. فاهم? فانا بس سبعت باستخدامته ايه? ولكن هنشرح برضو في اجزاء مهمة جدا. ده في استخدام لينا في الكهرباء خطير. حضراتكم هتشوفو دلوقتي. تعالوا تشوف مع بعض لشاشتنا. هتقول لنا ايه بالنسبة للعنوان الجديد. ولصعوبة عملية التوافق دي احنا شرحناها يتم توصيل المحرك التوافقي اللي هي ملفات العضو الثابت على التوالي مع ملفات العضو الثابت للمحرك المدير اللي هو المحرك الخارجي. قلنا هذا الكلام وطلعنا رسمتها. وهذه الرسمة بتاعت احنا قلنا ملفات العضو الثابت تتصل بالتوالي مع ملفات العضو الثابت للمحرك التوافقي وشرحناها واحنا بنقول طرق بدء الحركة. الطريقة التانية في بدء الحركة ودي مهمة جدا. ركز بقى معنا كده اشرح معها الرسم. كيفية بدء حركة المحرك التوافقي بالمحرك الاستنتاجي المكون داخل اقطاب المحرك التوافقي. الله بص يا ابنان وبناتنا كده اه باستخدام ملفات الاخماد بنت لسه ايه لها مصر? اه نشرحها. نشرح عشان مشاهدنا نشرحها. انا عندي اسيخ الاخماد موجودة فين? اسفل حزاء القطر. هغزيها بطيار? لا طبعا دي مقصورة. بس ما اطراف ملفات الاقطاب مريش دعا بيها. ادت لملفات العضو الثابت طيار مترد. ادت لملفات العضو الثابت طيار مترد. دار المحرك. محرك استنتاجي. قفص سنجاب. وصل لاقصة سرعة ليه? انا عندي لسه اطراف ملفات مين? مربع عليك الاقطاب. هبتلغي ازيها بطيار ايه? واستمر. سرعة العضو الضادر تزيده لا ما تزيدش. اه تزيد. لغاية ما تساوي سرعة المجال الدائر. وتمام على كده. ودي اسهل طريقة على فكرة في المعامل الدراسية. اسهل طريقة في المعامل الدراسية لتشغيل المحرك توافقي كاستنتاجي ثم توافقي. تمام? تعالوا شوف مع بعض بقى الرسمة محطوطة ازاي? يعني انا هعمل ازاي قفص سنجاب واخماد? اهي? اهي? زملانا الافاضل على طرح جابينا. ادي حلقات الانزلاق على عمود الدوران. بص كده? ايوة ايوة. حلقات القصر. لمين? ايوة. ايوة انكو جايبها للقفص سنجاب. في ملفات الاقطاب? اهي يا عامل. اهي? محطوطة ما احنا عارفين شكل الملفات يا مصر وانت يعني? الفاكرنا ما بتذكرش اهي? ادي ملفات الاقطاب حتى مكتوب عليها اللي هو الشمالي والجامل. اهي? دي ملفات الاقطاب. وادي حلقات او قفص سنجاب السهم يمر عليها اهو. مقصورة على نفسها. مقصورة على نفسها. دي اللي هي ملفات مين? او اسياخ مين? اه اسياخ الاخماد صح يا مصر. اسياخ الاخماد صح. يبقى انا هنا بشغل المحرك عن طريق ملفات العضو الثابت. يعمل كأنه قفص سنجاب. وبعدين اغزي ملفات الاقطاب عن طريق الفراش الكربونية. بالطيار المستمر. لتصل سرعة العضو الداير الى سرعة المجال الداير. دول طريقتين. ليه? تشغيل المحرك التوافقي. بص السؤال انا كنت لسه بقول لكم ايه? لسه بقول لكم ايه? فين اطراف ملفات الاقطاب? مالكش دعوة بها دلوقتي صح? صح? طب لانت لو قسرتها وحركة يتحرق. في مجال ولا لأ? تناسي في مجال ولا لأ? انت قضوا الدار شغال. لو انت قفلت ملفات الاقطاب هينشأ. طيار يضمر ملفات. لذلك حتى اطلعزه وانا بقول لك بقول لك ملفات الاقطاب ايه? طرفين خليهم بره مالش رعبين. لما تيجي تغزيه بطير مستمرة بغزيه. بس هيوعى تقفلهم. هو حد يلمسهم في المعمى. ايوعى? لأ تتشغل المحرك ملفات الاقطاب باينة قدام منك. لانك لو قسرتهم اجابة السؤال اهي. علل. يجب عدم قصر اطراف ملفات الاقطاب في المحرك التوافقي. تعال اشوف الاجابة كده مع بعض. شاشتنا لحقيقتنا على طول انت لسه داخل في كزا. لا اديهم السؤال ده. بص كده بتقول ايه? لانه يستنتك طيار كبير. يسبب تولد عزم مضاد. يسبب فرمالة العضو الدائر يقف. كأنك طلق يعني نزل من عربية من عالك كبري ونحضر الفرمالة. برة واحدة. طبق العربية ممكن تتقلب يعني المطور يقف. ممكن المطور يتحرق. ده اخد بالنا. يجب عدم قصر اطراف ملفات الاقطاب في المحرك التوافقي. الاجابة لانه يستنتك بها طيار كبير جدا. يسبب تولد عزم مضاد. يسبب فرمالة سرعته الى سرعة التوافق. الفرمالة. توقف. المحرك يوقف. ومع زيادة الطيار طبعا الملفات تتحرق. طبعا في سؤال بعد كلمتين دول يعني انا كنت هقوله بس هنشوف الشاشة هتجيبهونا زي. علل. هو السؤال ده. احنا جايبينه في المحرك التوافقي لانه هو موجود في المحرك الاستنتاج باستفادة. علل يجب توصيل مقاومة مادية. بملفات الاقطاب. قيمتها تساوي من عشر الى خمستاشر مرة. من قيمة ملفات من قاومة ملفات الاقطاب. عشان نشرح بس نفاهم السؤال. وهقولها لكم كده بطريقة يعني اي مطور في الدنيا. اي مطور في الدنيا. لما بيشتغل ايه اللي بيحصل? اهضم نور ينزل ويطلع تاني. طيب انت رجال بتاع الكارابة هتقول لي ايه? انا مش عايز النور ينزل. ليه? هتقول لي اه لا اه اه افهمها. اقول له حاليا كيرجع لقانون لينز. قانون لينز. لما انا بوصل قانون لينز يبتقول ايه? عند توصيل الطيار للملفات ينشع عنه مجال موناطيسي. هذا المجال يقطع ملفات العضو الثابت نفسها. فيولد قوة دفعة كارابية عكسية. يولد قوة دفعة كارابية عكسية. هو قبقى هنا. انت اديت الطيار للملفات. اديت الطيار للملفات. هل القوة دفعة الكارابية العكسية دي? اتنشأت? لا. قال لي طب ما معنى ذلك? ان ضغط المنبع كله وقع الملفات. ودي ملفات مقاومة ايه? صغيرة. طب ضغط وقع على مقاومة. ده هينشأ طيار كبير قوي يا مستر صح? اسمه طيار بدء الحركة. طيار بدء الحركة. يا الهرى بيض. معنى ذلك ان انا عندي الملفات دي. لما اجد ديها الطيارة اكون مأمن ان الطيار بدء الحركة لسه تعمل قوة دفعة كارابية عكسية. طيب حضر نعيدة تاني بصر. اي مطور في الدنيا بتدي له طيار بيحصل ايه? احنا الكلام عامة. نور بيسقط ويرجع تاني. طب احنا كفانيين. اقول له لان القوة دفعة كارابية لحزة توصيل الطيار. قوة دفعة كارابية العكسية. لحزة توصيل الطيار بتسوي صفر. فيقع جهد المنبع كله على مقاومة الملفات. اه ده هينشأ طيار كبير جدا. هذا الطيار يعادل من عشرة لخمستاشر مرة من طيار الحمل. يعني لو الغسالة عندك خمسة امبير ممكن يبقى خمسين امبير. مئة امبير. طبعا مش. ولزلك بيبقى فيه طرق لبيد الحركة. للحد من طيار بيت الحركة. الاولى بيها مين? ها الاولى بيها المحرك التوافق اذا انت لسه ايه الميزة واحدة مصر من استخدامه. صح. صح. ولزلك ملفات الاقطاب وانا بغزيها بالطيار المستمر لابد ان اكون موصل معها مقاومة. قيمتها من عشرة لخمستاشر مرة من قيمة المقاومة بتاعتها. يعني مقاومتها عشرة ام اوصلها كمان مقاومة بالتوالي معها توصل مية ام. عشان تحد من طيار بيت او طيار اللي داخل بتاعها. تعالوا نشوف كده. السؤال اجابته ايه? ويا رب يكون وصلناها. علل. يجب. توصيل مقاومة مادية. بملفات الاقطاب. قيمتها من عشرة لخمستاشر مرة من مقاومة ملفات الاقطاب. قبل التغزيه بالترم السلامة. بص الاجابة كده على شاشتنا. وهسيبها مع بعض نقراها. بتقول ايه بقى? وذلك ايوة للحد. من الطيار المستنتج بها نتيجة قطع المجال الدائر لها. اللي احنا هنسميها بعد كده في في المحركات الاستنتاجية. اللي هي القوة الدفعة الكابية العكسية. في سؤالين النهاردة مهمين جدا. خدنا منهم اتنين فضل التالت. والتالت ده نركز عليه. قوي 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 لان من احد الاستخدامات المهمة جدا في المحرك التوافقي. عشان نوصل له هنوصل الاول لخواص المحرك التوافقي. خواصه ايه? واحد. عزم الدوران في المحرك التوافقي ينشأ من المجالين الاتيائي. المجال الدائر. الناشئ في ملفات العضو الثابت. وهو يتوقف على جهد المنبع وطيار الحملة. الناشئ في ملفات العضو الثابت. وهو يتوقف على جهد المنبع وطيار الحملة. رقم اتنين. المجال المغناطيسي. الناشئ في الاخطاب المغناطيسية. يتولد عنه قوة دافئة. ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا 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 شكرا